تشاد اليوم ليست كالأمس وتشاد الغد لن تكون كاليوم هذه فلسفة مسلمون بها الطموح والحلم بالتقدم في استقرار وسلام وويام هو الهدف الإنمائي الأعظم الذي لم يكن قبله هدف لكل الرؤساء التشادين الذين حكموا تشاد مذ كان هناك تشاد التنمية المستدامة كانت وما زالت أولوية قصوى لكل الحكومات والرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد بدءا بفرانسوات بلباي فليكسي مالوم لول محمد شوى كوكوني وداي حسين هبري والرئيس الحالي إدريس ديب إتنو الذي توج نصر التنمية بتحرير القيود التي كبلت طاقة التشاديين عبر نصه الشهير الذي قال فيه بأنه لم يأتي بالذهب ولا الفضة وإنما الحرية السرور والفرح يعم جميع القوى الوطنية التي ساهمت في الإتيان بالهدية الغالية التي يتعملها الجميع هذه الهدية ليست ذهبا ولا فضة ولكنها الحرية حرية جمعت كل الأطياف السياسية والدينية والمجتمعية في مؤتمر وطني مستقل لإنقاذ البلد وتوحيد الرؤى من أجل تنمية مستدامة وسلام دائم شعاره الحوار والاستقرار عبر الديمقراطية والتعددية الحزبية لإعادة بناء الوطن من جديد في ظل استضام هذه المخططات والرؤى بالعديد من العوائق التي عادة ما كانت محبطة لمسيرة التنمية إلا إن استخراج وتصدير البلاد للنفط الخام في أكتوبر للعام 2003 رجح كفة التنمية على كل التحديات التي كانت بمثابة مكابح فولادية على دوران عجلة التنمية فشرعت الحكومة بالعمل على تنمية البلاد اقتصاديا وسياسيا واستماعيا وثقافيا وصحيا وذلك من أجل القضاء على الفقر والبطالة ومكافحة المجاعات والأزمات والصراحة والتأكيد على فعالية المرأة وتحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية والأغذية والرعاية الصحية والإنسانية والتعليم ببناء المدارس والجامعات لتطوير المنظومة التعليمية وتعبيد ورصف الطرقات وبناء المنشآت في مختلف المجالات على طول البلاد وعرضها وتوفير الأدوية وتعميم برامج التلقيح المجانية للعديد من الأمراض بشكل مجاني وإطلاق مبادرات شأنها الحد من موفيات الأمهات والأطفال بقيادة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو التي ما فتأت تعمل وتظل تعمل لإنقاذ القصر والحوامل والأيتام وذوي الإعاقة الخاصة وأطفال الشوارع لتشملهم رعايتها وذلك لأنهم جزء من المجتمع بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى القضاء على أمراض الملارية والسيداء والسل والسرطان نهيك عن الاهتمام الخاص للحكومة بالعالم الرفي وذلك بفك العزلة عن المناطق النائية ومدها بالماء الصالح للشرب والخدمات الأساسية وتشجيع الزراعة والمشاريع الصغيرة وتحسين نوعية الكهرباء على مدى السنتين الماضيتين وذلك عبر إنشاء محطات توليد الطاقة وربط خط كهربائي من دولة الكاميرون إلى تشاد من منطلق أن الطاقة تلعب دورا كبيرا في التنمية الصناعية والمسائل المناخية والمتعلقة بالصحة وبينما كانت تسير البلاد إلى الأمام تنمويا توقفت حجلة التنمية في محاولتين فاشلتين لزعزعة الأمن والاستقرار عام 2006 و2008 مما أرجع البلاد خطوتين إلى الخلف بسبب العائق الأكبر للتنمية وهو العنف ولكن كل هذا لم يمنع البلاد من العودة إلى مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في حضرة الاستقرار والسلام الذي شهدته البلاد في تلك المرحلة التي اتسمت بحماسة الحكومة واندفاعها نحو البحث عن غاية التنمية المستدامة عندما كان الذهب الأسود في ذروته إلا أن مشاركة البلاد في تعزيز أمن الدول المجاورة حتى لا تتسرب الأعمال الإرهابية إلى داخل الأراضي الوطنية بعد أن شعر رئيس الجمهورية بالخطر المحدق قام بالتصدي لهذه الجماعات الإرهابية في كل من مالي والنيجر والكاميرون وذلك للحفاظ على أمن واستقرار دول الجوار والعمل على تعزيز النظام الديمقراطي وهذا ما كلف البلاد ثمنا باهظا تولت فيه خزينة الدولة التشادية تفع فاتورة الحرب مما جعل الخزينة هشة أمام جبروت الأزمة الاقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط حيث غدت المشاريع الاقتصادية والاجتماعية تعاني من جمد وأخذت الحكومة العديد من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الاقتصاد العليل لكن ثمت ما لا يختلف عليه اثنان وهو بأن انشغال البلاد في الحرب على الإرهاب دفع ضر الإرهاب بعيدا عن تشاد والدول المجاورة لها رغم هجمات الجماعات الإرهابية البوكوحرام التي استهدفت المجتمعات المستقرة والمسالمة في تشاد ليواجه كل ذلك وفاق وطنيين واتحاد شعبي شامل في دعم قوات الدفاع والأمن في القضاء على مفعول شبكات وخلايا جماعات البوكوحرام الإرهابية ودك محاصنها ولمش من أمناء الوطن على صوت واحد خلف رئيس الجمهورية وهو بأن الجميع يفتخر بكونه تشادي وهذا ما رسخ الأمن والاستقرار والسلام ولو بشكل جزئي تيمانا بتلك النظرية السياسية التي تقول بأن كل اعتداء خارجي يوحد الجبهة الداخلية فهبت الحكومة إلى إيجاد حلول ناجعة حتى لا تعصف الهجمات والأزمات الاقتصادية بالتنمية فجاءت الخطة الوطنية للتنمية للعام 2017-2021 لتكون مفتح الأمل للحالة الاقتصادية وحظيت هذه الخطة بدعم ومشاركة جميع الفاعلين الرئيسين بما في ذلك المجتمع المدني وقطاع الأوساط الأكاديمية حتى تعود عجلة التنمية إلى الدوران مرة أخرى وإعطاء القطاع الخاص في عملية التنمية هذه الدور المهم والمحرك الاقتصادي وتوجيه الاستثمار إلى الأرض والرزق للأرض وذلك وفق توجيهات الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إن تشاد منذ أن نالت الاستغلال سنة 1960 وحتى اليوم إلى عام 2017 لها 57 سنة وكل السياسات السابقة لم تخدم الشعب ككل وخاصة تلك الفئة في العالم الريفي لذا يجب علينا أن نشارك تلك المجتمعات في مسير التنمية بشتى الطرق ولا بد للتجار والفاعلين الاقتصاديين بالتفكير في الاستثمار بالقطاع الزراعي والحيواني وذلك في إنشاء الشركات والمؤسسات في كل القطاعين وهذا يساعد تشاد كثيراً في إيجاد حلول لمشاكل البطالة لمواردنا المحلية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية اجتمع الجميع على قلب رجل واحد للذهاب إلى باريس وعرض الطاولة المستدرة للخطة الوطنية للتنمية التي علقت عليها أمل كبيرة تساعد في العودة إلى المسار الصحي ونجحت الخطة الوطنية للتنمية في حجر الموارد لدعم الخطة الوطنية للتنمية في تشاد وتقدر القيمة الإجمالية بـ 20 مليار دولار لتحويل المشاريع التنموية وتطبيق خطتها الرباعية للعام 2017 2021 وإنجاح مشروع تشاد التي نريد بحلول العام 2003 بشائر الخير وبرق أمل يلح في الأفق بأن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعر النفط يمكن أن ينجل غبرها بتنمية جامعة وأساس قوي يوفره السلام والاستقرار والتوجه إلى الزراعة والثروة الحيوانية أي الأرض للأرض وبهذا فإن البلاد ستمضي في مسيرتها أكثر تصميما وعزما برفقة سلامها ووئامها الدائم وإذا بدى لسائل أن يسأل عما سيحمل رياح التغيير فكن على يقين بأنه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صاحب نظرية المستقبل الذي نريده نحن لتشاد التي نريد في سلام دائم ترجمة نانسي قنقر